معالة 93 على خاطر اليوم اكيد موضوعنا مهم ومهم جدا دوك بشي جلب ان شاء الله انتباه الناس الكل على خاطر موضوعنا اليوم بخزقنا عني وفيه الناس الكل الكبار وصغار بمختلف شرايح العمورية متاعنا واكيد برنامجنا نحكي ويتطرق ديما للظواهر الاجتماعية وشو نحاولو نحلوها نفكوها نشوفوها من مجالات الكل وعليش ليه نعطيو الحلول وخاصة منها الحلول القانونية هكا تعاودنا دوك في برنامجنا كوتين ميكروسون يجبالي تيلة ساعتين كمينا اكيد دوك برنامجنا حكي وجيكم كونهار ثنين ولكونهار ثلاث ومعايا الفريق الكامل دوك عنا الفريق التقني وعنا فريق الحصة نبدأ بسيد احمد المخلوفي دوك المايسترو هو بشي امن لكم لو كوتين تكنيك واكيد محمد سيف الدين بولعريز بشي حاول يبذل ما بيجهدو ما بيوسعو مسيكنا دوك بشي عدينا التصوير المزيانة والفيديو المزيان بشي نجمو الناس الكل انتو ما اللي تسمعوا فينا اذا فاتتكم اي معلومة او اي برنامج نجمو تعاودوا تتفرجوا فيهم في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لاذاية الحياة تفهم عنا شان يوتيوب عنا الانستغرام تيك توك وحتى الفيسبوك مرح بيبيكم الناس لكل دوك فريقي وفريقي الممتاز اليوم تلتحق بينا والحمد لله بخير ونعمة دوك اي كونة الحياة افهم رانوش اهلا وسهلا اهلا وسهلا مادام سونيا اهلا وسهلا بالنس اللي يسمعوا فينا الكل فرحانة اللي رجعت شفتكم اكلي غبت جمعتين وربعاظها منهار تلتنين اما الاسباب معينة الحمدولا لاباس طمنا لاباس 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 الحمدولله ان شاء الله موضوع اليوم يكون كل عادة يعني نوصلوا المساج وخليوكم معنا نخليونا معنا محمد القصراوي اهلا وسهلا اهلا بيكم اهلا بالنس اللي تسمع فينا الكل اهلا محمد قصراوي فاشل اليوم اش بيك لليه جوستاب شوائي لاباس ليه لاباس اشنا وراني مترجع فورما محمد قصراوي تيح عرفتك الميزين ويتيح اهلا بيكم حاجة قصراوي ما عمل شيء مالحق ما فاكلي بلاستي لاتش اهلا فاكريك بلاستي اهلا بيسي لشام مشكي ملمان الفيت اهلا قاعد عاقله ان شاء الله يعجبكم اسلام ان شاء الله تكون حاجات تحفونا سيجي ملويقه بالراسمي من حاجات اللي نعيشوا فيها ان شاء الله يعجبكم اسلام ان شاء الله يعجبنا اسلام افكتيفما سلطان تلقانو نوجنوش اهلا وسهلا مرحبا سونيا مرحبا مرة اخرى فرحانة اللي انت رجعتن الحمدولله على اسلامتك بنوتي المزيينة مرحبا بسيدة المستمعين ان شاء الله كما العادة نفيدوهم بالمعلومة ونكونوا خفاف ضل عليهم وشاركونا افكار ناوي نون مرحبا بك نون مرحبا مرحبا بك نون كهو كهام يسيا كهام قلا ومدنة بيه تخي بيه دونك في كتير مان اليوم بش نمشي ونكتشف مبعضنا من خلال حل فقرتنا بلتو أعطيني وذنك مع محمد قصراوي موضوع حستنا دوت سويت نسمعوه نسمع في كلمي يتعاود وكلمي مع وش كله نلقى مرات عاطب فيا نعرف هيش نلقى روحي بين كلمة شنوه وهذه عليش والاخرى كيفيش خلتني نقول حكايتي مع ادمين المرض حكايتي كيف ليهودي ليلوج شنية السنة شنية الفرد نلقى روحي نحبها وبين ايدها نلقى روحي واحدة معاها وبعد ما قصوا جوانها حلقت في اسمها نلقى كان الكتيبة محملتش كي لقيتك عليها بعيدة حسيت روحي نحكي في حاجة حاجة جديدة حاجة مشكي كل مرة بعد هذا الكل تعلقت بها ما عاش نجم نفارقها كل شي فيها صحيح نكذبك ونصدقها نلقى روحي في حكاية جديدة ومنها نخاف في عالم النجم مش نوصفه خطر بيه تبلينا وولينا نحنا لو صاف طفلة اللي نحكي عليها هي العالم الجديد اما استنسنا بيه فيسا هو التاليفون هو اللي نجم ننسى روحك وما ننساها وطفلة هو الطفلة اللي حكيت عليها في اول اسلام برافو 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 دوك هو اليوم حكاية عالطفلة اللي هو التاليفون كيفاش التاليفون نجمو نعشقوه نجمو نبحروا معاه نجمو نسافروا معاه نجمو نعلم ألفوا معاه حكايات ولكن ونصدقوه صحيح تزوج زمان ونور ونصدقوه ويوالي حاجة ضرورية في حياتنا حاجة جزء لا يتجزأ مننا حاجة لازمة حاجة ضرورية هي اللي تخلينا ندخلوا حتى في متاهات أخرى من بينهم الإدمان الإلكتروني لأكيد مش نترقوله في موضوعنا اليوم دوك التكنولوجيا الحديثة وما أدرك ما التكنولوجيا الحديثة بين الإنسياق في هذه الموجة الحديثة للعالم كأجمع ككل تطور والاستعمال معناها ضروري في مختلف المجالات ثم بين العالم الثالثي اللي قاعد يحاول يلحق بشي ينجمي ويوكم هالحضارة هذي اللي فاتتنا أشوات وأشوات كبيرة بتخسرتوه بعد جائحة كورونا ثقنا بضرورة الاستعمال للموجهة للتكنولوجيا الحديثة اللي وليت الحق استعمالات موجهة كسواء في التدريس في التكوين في الاقتصاد في الصحة احداث مهن رقمية جديدة وبرابورة على المهن التقليدية اللي هي كساحة كمان مجال كبير وكبير جدا اليوم جستما وقت اللي نحكيه على ثروة البيانات نحكيه على الاقتصاد جستما النفطي اللي هو ولا يرتكز ليس على النفط ولكن ولا يرتكز على البيانات دوك اليوم ثورة كاملة جستما في العالم كأجمع نحنا نواكبو فيها بخطاثة بتأملة بزنا ما نعرفوش نعرف لي في مرحلة من المراحل سيخطو قبل جائحة كورونا كان بتدخل استعمال أكثر سلبي منه إيجابي تعرضنا لبرشة موجات من الإدمان الإلكتروني الإبتزاز التنمر الإلكتروني تكنت الحق للأمانة استعمالات بتدخل جانبي مش الاستعمال الحقيقي اللي هو ينجم يطور بنا يطور مهاراتنا ولا يطور اقتصادنا ولا يطور حتى نظام حياتنا اليوم لكن اليوم لا بعد جائحة كورونا اكتشفنا الزامية جستما استعمال مثل هذه التكنولوجيات للانخراج في الحداثة اللي هي شملة العالم ككل نجمج هو رو فما هو رقمية بين العالم المتقدم اللي نحاولوا احنا ونجريوا باش نخلطوا عليها ونحاولوا باش نخوزوا في غمارها ونحاولوا ونكونوا ضمنها نحبوا ولا نكرهوا رأي فما دول اللي كيما كنتنت تستعمل في التقنيات الحديثة في جانبها الإيجابي بصيفة كبيرة في التعليم في الصحة في جميع في الاقتصاد في جميع المجالات الحياتية مش كان للتواصل كهو التواصل هو جزء ولا جزء بسيط منها او جزء سهل منها ولينا نحكي وعلى مهن رقمية ولينا نحكي وعلى مؤسسات تعتمد الرقمنا ولينا نحكي وعلى نهوذ دولة كاملة بالرقمنا وهذا اللي بالنسبة اللي نحنا كنحكي وعلى تونس خاصة كي جاءت الكورونا بينت اللي احنا الرقمنا نستعملوها او التقنيات الحديثة استعملناها بطريقة ايجابية في التدريس استعملناها في الاجتماعات في الخدمة في كل شيء لكن نرى نمزلنا محتاجين باش نطوروا من رواحنا وعلى اما الحاجة اللي تفرح هو النقطة المذيئة والمشاكل اللي عندنا برشا شباب ما شاء الله تبارك الله متبداعوا في هذا المشاكل وعلى افكتف من شباب متمكن قاعد ينهض جزء ما بالصورة بتاع البلاد من خلال جزء ما من خلال التكنية الحديثة اللي يحكيها عليها العالم كأجمع وخاصة منها نتذكره في بريود متاع الصيف ما تبعدش برشا المربي اللي اللي اختراع الربو اللي يحول الفضلات الى مادة مائية ولا دوك يحولوا الى ماء وفي الارييف دوك كان اكتشاف بالنسبة لها نحنا حاجة معناها حكي عليها حتى للصحف الأوروبية حكيت عليها كبحث كاكتشاف دوك فبا برشا بالحق للأمانة برشا حاجات اخرين اليوم ساعات حتى كيجيوا وشوفوا في المدارس الابتدائية من خلال مدة التربية التكنولوجية كيفش قاعدين يخترعوا الصغيرات معناها بالرغم معناها في عمور مبكر ومبكر جدا قاعدين يقوموا بعديد من الاختراعات حتى ولو تكون تجارب معناها حتى منفصل حتى على بلاده في ريف من الأرياف معناها دي كونكتين جملة حتى الانترنت ساعات ما توصلوش كوميم يوصل لاختراح حاجة كيفما هكا لحاجة الحق لأمانة ايجابية ومشرفة لنا نحنا دمواء مشرفة ومشرفة جدا دونك ماذا بينا لو كان حاجة كيفما هكا ينخرطوا فيها تلمذة الكل ينخرطوا في المناهج التربوية بتاع تدخل في ثقفتنا اليومية ذكرها لها حاجة اليوم السؤال يطرح نفسه ضروري او اختياري محمد اول حاجة هي لحكي لكلها مربوطة ببعض في اي حاجة الرقمنا موجودة في كل شي في اي حاجة بشتعملها موجودة في كل شي حتى في السبور تو مثلا نشوف انا من روحي بشن يخذ الرياض تايكواندو كميثيكت كنقبل بالحاكم بالورقة والسطيل ويقيد لك البوانيت فمثني يناقص يزيد بالورقة والسطيل تاو بلسترون الكترونيك شوستي الكترونيك الضربة واحدة وحدة بشتتحسب لك تلقع تلفزة قدامك ديريكت لك بشي حطو لك الضربة ديريكت فمثني بش نلقاو نحنا تطور لازم الحاكم يزيد يقرأهم الحاجات هذا مش يفهم جزء القانون متاع لعبة بالنسبة زادة انو الميهن الرقمية واسبقوا ان حكينا عليها فيها برشة فلوس برشة برشة فلوس معناها نشوفو نحنا حاجة اساسية على غير حتى من تلفون أبسط حاجة من تلفون نجم تعمل برشة حاجة فلوس برشة فلوس زادة بالكده الحاجة اللي خليط نحنا عليش ديما نقول برشة فلوس خاطر مش نقول صحي تعم تقوم بخدمة دوك مقابل نحنا ديما نشوف المقابل خاصة المقابل المادي ذيك عليش نلتج الحاجة تذي رانوش رأيك في الكلام رأي في الكلام كل حاجة عندها بيه وخيب حسب نوع الاستعمال متاعك كيفيش كيفيش الفيسبوك مثال ناخذ الفيسبوك كمثال احنا بش نكون نكتب قد دهمن حد يصير لوكات يصير له مشكلة متاع كابتور متاع يبدأ يهدد فيه بحاجة واخت الفيسبوك في الاصل هو وسيل التواصل فمع بيد شفيت وسيلة لحاجة اخرى هذيك نقصد حسن الاستعمال عنده دور هذي حاجة اولى ترشيد ترشيد الاستعمال هكت هذي حاجة اولى الحاجة الثانية انو كيفيش نقولها كل واحد فينا بش يختار مثال شنين بش يختار دوك رحنا حكينا على الجانب الايجابي اللي رحنا ماذا بينا جستما لو كان نستعمل الاستعمال الايجابي بش نحكيه وعال الكوتي السلبي دوك قلت فيه ايجابي يعني انتي تختار اسكو انتي تمشي في الايجابي وإلا في السلبي الحاجة هذه ليس فرض تعليق روحة انك تستعملها في السلبي اي اذاك اش حبي تنقو داك انا اخترت نبدأ كلمي سعى نعرف شو معناه تكنولوجيا تكنولوجيا هي علم تطبيق يهتم بدراس الاضافات وتطور في العديد من المجالات كما صناعات الفنون الحرف وكل ما يتعلق بها من مواد ووسائل مستعملة التكنولوجيا هي كلمة ذات اصل يوناني تتكون من زوز مقاطع المقطع لالتكنو ويعني حرفة وإلا مهارة وإلا فن المقطع الثيني لوجي يعني علم وإلا دراس ما نجمش نعرف تكنولوجيا وما نحكيش على أهمية الثورة الصناعية في النهضة الكبيرة اللي صارت لشعوب الثورة اللي المركز الأساسي انتاحة أوروبا وبالتحديد فرنسا اللي نجمت تنقل العالم لكل ثورة صناعية عصفت بالعصور المتأخرة وساهمت بشكل كبير في التقدم التكنولوجي في العصر الحديث بي دوك افكتفم دوك لهنا كمام يعني نعود ونرجع قراءة للتاريخ وقت نلعت الثورة التكنولوجيا ومنين دوك مهم جدا بش انتي مباعد تفهم المسار حتى الجيت معناها وصلت للعالم الثالث وصلت تونز دوك هذيك فاتتنا بأشوات وأشوات كبيرة حاجات بهين عارفوا كيف يستغلوها المصدر معناها منهم هما خرجت وعارفوا كيف يستغلوها فما برشا شعوب كما تونز سوء الاستعمال متاع التكنولوجيا أكثر من حسن الاستعمال فميش تهذيب بتتختوى بعد كورونا كيف ما كنا نحكي وتغيرت بتدخل وضعي ولينا نعرف نستعمل نعرف قيمتها ونعرف وفاش نستعملوها وفاش نجبنا نطور روحنا بش نجمو نستعملوها استعمال إيجابي لكن نقبل كيف أي حاجة كي تبدأ البلاد مش مهيئة معناها موقعش باركزمبل كمباني كمباني دو سنسبلزازيون معناها موجة إلي ترشيد استعمال التكنوجيا الحديث بش تدخل التونس ونعملو استيباقية دراسة استيباقية شكون الpopulation المستهد فشكون العباد المعنين بالتكنوجيا الحديث اللي نقاور وإحنا ديركتما تصيبت انترنت بدأت تخلو تليفونات الشريحة جستمون الهاتفية نخذو نعملو كونيكسيون كونيكتيو هاو فيسبوك هاو ندرشلو سخطو بعد الثورة وليفت ولا ما عادش فاما الكنتخول في وقت معين ولا ما عادش فاما الكنتخول على الابحار على الانترنت فخلطت بتتخ برشة ديسي تتحلو ديسي تتسكرو دونك الزغار ولا ما عادش فاما حاجة اسمها كنتخول فارنتال الزغير يدخل المواقع كيف ما هو يحب يدخل لنافيقي كيف ما هو يحب ياخذ معلومات كيف ما هو يحب دوك هذيك بتتخليز خلا كونه في وقت من الأوقات كانت سلبيات استعمال التكنوجيا الحديثة في تونس أكثر من إيجابياتها ولكن بعد ما وصلنا إلى نسب اللي هي كانت معناها نسب تخوف سخطو في صفوف الأطفال وقتها معا موجة كورونا خلينا كوني نراجع أنفسهم ونشوفوا قديش تكون جا مهمة جدا في استعمالها كحلول سخطو في فترة الحجر الصحي اللي خلينا نراجع أنفس نيراهو تكون جا الحديثة نجمو نستعملوها بش نقراو أنليني بش نخدمو أنليني بش نقضي وقضياتنا أنليني بش تخدم شؤونك أنليني بش نقى خدمات أنليني نجنج أنا نحب نقول نحب نحكي على الجانب الإيجابي أحنا أول استعمالنا وكنا تونس أو الدولة عربية يدخل لها ما هو مسمى الإنترنت كانت تونس هي السباقة في العالم العربي كل وأول ما تخللنا ما كانش الاستعمال متاعه سالبي كان استعمال إيجابي كان استعمال مرشد خطر الفئة اللي استهد فتها كانت فئة معينة فئة مثقفة في مجال الإنترنت أو ديليسين لها والمستعمالين لها لكن فتحت الانترنت ولا نحكي وعلى تسونامي من الانترنت في أي دولة في العالم راهو كي باش نغرقوا الدولة دي كبه حاجة معينة استهلاكية حتى ولو كنت مادة غذائية رأي للأكل مش يتم يكون فما عنا الجانب السلبي بشي يطفو على السطح وكي ما قلت أنت سونيا خاصة تجاه الأطفال الغياب الرقابة الواليد الأبوية في الدار اللي ولا معاتش فما كي ما قبل عن الكمبيوتر البيروتيك اللي مش نحطوه في السالة واللي العيلة الكل يعني تحت رقابتها طوى ولينا الهواتف في الجوالة كل حد تليفونه عنده وكل حد في تركينة واحده وكل حد يبحر في أين ما شاء وكيف ما شاء لكن رغم ذلك أن الفرحانة بي اللي فما ديما نخزر عن ديجون مشهر لقاعدين يطلعوا شركات قاعدة تطلع بصفة كبيرة صحيح ولت الناس فهمة ولت حتى المشفهم كي يسمع ولا يجي ولده يحكي له ولا يقول له صاحب يمشي ولا زميلتي في القسم ره يمشي ولا أستاذ نرى وقال لنا يشاركوا ويدخلوا ويهز ولده ويمشي ولت الناس فهمة تنخرط في مثل هذه فهمة اللي هو هذا مستقبل المهن هذا هو مستقبل المهن وخاصة اليوم حتى كنلقاه في التوجيه الجامعي ولتهمة نسبة كبيرة من الطلبة تمشي إلى الشعب اللي هي معناها معناها شعب علمية ولكن فيها تطغو عليها مادة إعلامية افكتب من يمشي وفي تسكي عنده علاقة بالبروغراميسيون بال الأمن السيبري افكتب من اللي هو ولا اليوم حاجة مهمة وأكثر من ضرورية سيخطو اليوم كثرة الاستعمال نحنا كيفما قلنا تخلهوا كساح المجالات الكل بخيسك اليوم في كل مجال بشتلقى فاما الجانب متاع التكنولوجيا الحديثة اللي هو فارض فارض نفسه اليوم التكنولوجيا الحديثة فارضة نفسها رحنا اليوم حتى في مجال الإشهار ولا مجال التسوق أو مجال الصادرات والواردات اتتغى اليوم كساحكم كساحتكم امام الا 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 اكتسحت بالله رهي نجنج هي اللي صمحت لي اكتسحت المترجمة بتعلم بالعربي اكتسحت المجالات الكل كيف ما قلنا الاقتصاد السياحة زيدة اليوم بشتروج صور البلاد بشتروج معالم اثرية وبشتروج لزيفنمان اللي قاعدين يصيروا في بلادنا التونسية في كتير مو قاعدين نستغلوا تكنولوجيا الحديثة لذلك اليوم ترميم المعام المعالم الاثرية كيف قاعدين نستعملوا من خلال الكاد حتى لسا موجودين من خلال التكنولوجيا الحديثة دو كل شي ولا من خلال التكنولوجيا الحديثة محمد السؤال اليوم اللي نجموا بتدخلنا ترحوها على رواحنا كيف نطرحوها على سادة مساعدين واكيد هما فمشكون فيهم نجم يطرحوا اليوم التكنولوجيا الحديثة ما عادش مقتصرة كان على الشباب او على الاطفال اليوم حتى الكهول وحتى الشيوخ وخاصة الناس اللي وحيلوا على شرف المهنة تلقاهم اليوم هما من اول العباد ومن اول الناس اللي قاعدين يشجعوا على استعمال التكنولوجيا الحديثة بالنسبة للحاجة هذية فما بشو نقول كامهنة الي هي صناع المحتوي العباد هذو مقاعدين يخرجوا لك في حاجة لبريس كليفئة العمورية الكل للعباد الي قاعدة مثلا انا حد نخدم منتاج متاع فيديو ولا كل شي ديريك بش نعمر يشير بش نلقى الف واحد من صناع المحتوي بش نلقى مهبط مليارات الفيديويت عالحاجة هذي رجال الكبار ولا نسل الكبار جنو يمشي ولك بش نلقى لك الحاجة الي حب على هديجا موجودة كما قلت لكم بش نلقاوا برجة فيديو ويت الحاجة هذيك بش يدور عالفيسبوك بش يلقاها في تيك توك بش يلقاها في اي وسيل تواصل اجتماعي بش لقى الفيديو هذيك بش ولي يطلع لوا كل الفيديوهات هذيك بالطبيع اي بش ولي يطلع لوا كل الفيديوهات هذيك بش تولي يتساعد هو بيدو التليفون ولي ماشي حب نحي من يدو الحاجة الي حاشطوا بها ديجا موجودة في التليفون هذيك بش مش العالم اخر يول العالم تان عليه والا حقيقة اي والا افكتفما دوك اليوم ما رأيك في سؤال هذي اليوم حتى حد ما ينجم ينكر البلاسة الكبيرة اللي احتلتها تكنولوجيا الحديثة وينقلوا تكنولوجيا دي راك تنقلوا تليفون فمش تودار ما فيهش تليفون وإلا سمارتفون مصغير الكبير حتى حد ما ينجم يستغنى على وسيلة رفاهية هذي اللي وليت اولوية عند اي انسان والنجم وقلوا تكنولوجيا حديثة وإلا نقولوا عولمة قاعدين نشهدوا في مظاهر كبيرة من العولمة اللي سيطرت على العالم من كل واحتلت مكانة ما كانت اي حاجة كانت قبل موجودة وإلا كانت سيرية واللي انتشرت زادة بشكل عملي وعلمي في جميع جوانب الحياة افكتفمن دوك نحكي وعلى علمنا هذي هو عولمة يوم حصلوا شدت لقارد نجلة باية لله نجلة عندك الحق يجبنا نقولوا المصطلحات في بلاستهم مثل دوك عولمة في اكتماع المصطلح اللي جبت هنا طوانور من خلال الديناميكية المجموعة هذي نحكيه على عولمة في اكتماع رانيم هالعولمة هذي الوين هزتنا الوين هزتنا هزتنا للبي كما هزتنا للخايب بي عرفتك المحايدة رانيم شوية هكا شوية هكا لا هو كيفما قلتنا بكري كيفية بشتستعملها مثال فيسبوك وانستغرام فما عباد تخدم به وتخلص به عباد اخرى تعمل به في حاجات اخرين هاو بيرات منعرش شنية فما عباد وصلت تعطي في الفلوس لسكر كنتويت عباد اخرين صحيح وفما حاجة اخرى بكري قلتها قلت اللي الشعب المطلوبة تويكا ولي هي بالحق الشعب اللي طالبها العالم اللي 2035 عملوا يعني هما احسا ايا انو برشا خدم بشتت تقطعم الدن حتى الفلوس قال لك مثال نقول وحنا 50 سنة وخرين كنا يا ربي رو ما عاش مش نتعاملوا بالعملة اصل اي بشوالي الموني الكترونيك اي اي هنو كيفش تقال بالعالم الكتروني الكتروني اصلا هما بديو في الحاجة حطوا البنكات على جنب وكل شي وعملوا يتعاملوا بهم يعني يتعاملوا بهم مع بعضهم من غير لا يتنحي لفلوس لا فهم برسنتاج لما نعرف شنية يوريك اللي يعني لا عاد يمشي البنك اللي يستحق شي لحكين كل البيسي في دي هو لما نعرف شنة تليفون وهو حول ديوغ ديوغ طو نحنا نحكي في العالم ديوغ بايبال اللي هي ستون بانك موندية اللي هي ستون بانك إلكترونيك معروفة معني وقد ديش من مرة جي حب تدخل التونس ومالغري اللي صار الكل والنغوcyation الكبيرة اللي صارت بشتدخل بايبال لتونس اللي هي كانت تنجم تحل حاجات كبيرة وكبيرة جدا في مجال تكنولوجيا الحديثة والموني الإلكترونيك ولكن الحاجات اللي بتتخل عرق لت اللانسمن بتاع بايبال في تونس هما مالغوزما الإجراءات الإدارية الأمزاء القاتنا معناش إمزاء إلكتروني يا ودي أبسط الأمور اللي وحلت قعدت باتا نحنا معناش الإمزاء الإلكتروني اللي هو الأساسي في تحويل الأموال أو في صحب الأموال إذيك احنا مزلنا بدينا نحكي وحتى على الشراءات العادية معناها من تليفونك تتبعط الفلوس وتتقص الفلوس ويجيك معناها إشعار صغير يقول لك راهو تم تحويل كذي 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 نحنا رانا تاوى معنا مزلنا تاوى مقتلين نحنا لأدجا فما 15 سنة لتالي سنة لأعبادة تتعامل معهم طريقة اللي هي حاجة عادية يبت نخرجوا استراحة موسيقيا أنتم تنجموا تتفعلوا معنا تسمعوا فينا في موضوعنا اللي هو دوك التكنوجيا الحديثة بين الاستعمال الضروري والاختياري تتفعلوا معنا تنجموا تكلمونا على 70 035 120